اشتركوا في القناة تجاهل هذا الملف بشكل كامل ويؤكد مسؤول في وزارة الهجرة أن النازحين يعانون من تعثر وصول الدعم الغذائي لهم فضلا عن عدم توفير الإجراءات الوقائية موضحا أن الحكومة ألقت بالملف على كاهل وزارة الهجرة من دون توفير مبالغ مالية تكفي لدعمها وتنصلت من كل مسؤولياتها من جهتها تؤكد لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية أن أوضاع النازحين تسير من سيء إلى أسوأ في ظل حكومة لا تعي خطورة تفشي فيروس كورونا مبينة أن الحكومة أثبتت فشلها بالكامل في احتواء أزمة النازحين وعجزت عن الوقوف بوجه الجهات التي تمنع عودتهم وفي ذات السياق أكد النائب السابق عن محافظة نينة ومحمد نوري العبدرب أن وضع النازحين في الأيام الاعتيادية كان صعبا جدا لكن اليوم بعد تفشي الوباء تضاعفت الصعوبات ولولا وجود الدعم من الأهالي لكانت هناك مجاعة بين النازحين مخيمات النازحين اليوم تمثل بؤرة مهيئة لاستقبال الفيروس وانتشاره بسهولة هذا ما تؤكده مفوضية حقوق الإنسان في العراق التي دعت إلى إجراءات عاجلة للحد من خطورة الوضع وقال عضو المفوضي علي البيات إن تداعيات انتشار الفيروس وإجراءات حظر التجول زادتا من معاناة النازحين بسبب صعوبة وصول المواد الغذائية لهم وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت مخاوف من تفشي فيروس كورونا في مخيمات النزوح لكن إهمال الحكومة ومؤسساتها لملف النازحين الذي كان من المفترض أن يطوى منذ سنوات يدلل على التسييس والفشل الذي يعرض حياة أكثر من مليون عراقي لكارثة وشيكة ترجمة نانسي قنقر